أكيد وأكيد في أمثلة في العهد القديم وفي أمثلة في العهد الجديد يعني لو سألتك عن بعض الأمثل مثلا في العهد القديم لأنه كمان العهد القديم بيذكر نساء كثيرات أسماء هنة موجودة يعني الأسماء موجودة في العهد القديم شو اللي بيجي في ذكرك؟ مثلا فيه ذكر اسم أو مرأة يمكن هذا بساعد المشاهدات فيه كتير فيه كتير أول أول اسم بيجي على رأس سارة أمنا مرتبراهيم كانت مطيعة كانت خاضعة كانت رائعة بيجي على بالي أستير أستير كانت إسرائيلية اختار الملك أنه تكون زوجته ما رأيت بظرف كتير صعب ملك الفرس صح وأخذت الموضوع كتير بجدية بالصلة يعني عم تعمل شي كانت ضد أمر الملك طلع أمر من الملك صلتوا بالصلة وبحكمتها بحكمتها الرائعة قدرت تغير الأرار الملك يعني أمر بإبادة جميع اليهود في كل أنحاء العالم ومن خلال حكمتها أنقذت شعب كامل بسبب الحكم يعني بيجي على رأس رعوث المؤبية رعوث المؤبية محبتها كانت أكبر من الظروفة يعني حبت حماتها كتير وبدت تلتسق فيها والرب أكرمها أعطيها بوعز وللتجديد يعني بوعز اللي هو يعني ولد عبيد وعبيد ولد يسة يسة اللي هو بكون أبو للملك داود واللي المسيح جاء من نسل اللي كانت تعتبر مرفوضة في المجتمع المؤبيين لا يدخلون شعب رب لكن صارت من شعب الله بسبب محبتها وطاعتها صح صحيح بيجي عبيلي حنة أم سموئيل يعني ولدت النبي سموئيل ما كانت عاكر ما عندها أولاد راحت قدام الرب واتدرعت وقالت له بدي ولد والرب عطيها سوء القلبة شايفتها وضعها شايف قلبة المنسكة بقدامه عطيها سوء القلبة في كتير أمثلة يعني هي طلبت أنه رب يعطيها ولد بس هي أعطت الولد للرب قامت بعدين عطته للرب أعطته للرب وصموئيل يعتبر واحد من أعظم الأنبياء في العهد القديم صحيح مين بعد في دبورة دبورة ما في حدا أدى شجاعة شجاعة وقاضية ونبية يعني قادة شعب الرب كانت قائدة هي وزق ليدر رائعة قائدة صح في كتير أنا بفكر في مريم النبية أخت موسى كمان وإم موسى صحيح موسى يعني عمليا هي عصت أمر فرعون أبقت أخفت موسى بالإيمان أخفته والرب استخدم موسى يكون أعظم نبي في كل العهد القديم صحيح صحيح في أمثلة كتير في كتير